كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري كشف أن حريقا محدودا اندلع في إحدى الدور التابعة لإدارة الأحداث بمجمع دور الرعاية الاجتماعية وأوضح المطيري في تصريح صحفي أنه تمت السيطرة على الحريق في دقائق معدودة عن طريق المسؤولين بالدار ورجال الأمن والسلام باستخدام طفايات الحريق الموجودة بالدار قبل وصول سيارات الإطفاء ومشيرا إلى أنه جاري انتظار التقرير النهائي من قبل الإدارة العامة للإطفاء وأكد المطيري أن جميع النزلاء بخير باستثناء إصابات بسيطة لحقت بأحد الأبناء ومشرف اجتماعي واثنان من رجال الأمن أثناء محاولتهم إطفاء الحريق